يوم صعب جدا على البعض شخصيتين قياديتين واحدة قاعدوا يشويهوا فيها سنين والتاني قاعدوا يمجدوا فيها سنين وسنين فالشخصية اللي شويهوا فيها سنين وصوروها للناس على انها شخصية تابعة على الغرب اتفاجئوا بوسائل الاعلام الامريكية مش العربية بتقول عنها انها مغمرة مناخير الولايات المتحدة الامريكية في الطراب وما بتردش على توسلات الرئيس الامريكي اما شخصية اللي رفعوها للسماء وصوروها للناس على أنها رمز العزة والإباء لقوها منبطحة زليلة لدولة الكيان الصوريون الصدمة كبيرة لا شك ولكن اللي وقع الصدمة هو المهم فجامعة الإخوان اللي رفعوا شعار التطبيع خيانة هم هم نفسهم جامعة التطبيل والتهليل لأردران وهم هم اللي بيربطوا أساطرهم الأردرانية وعمليات التشويه ضد خصوم أردران هم اللي بيربطوها دايما بالعلاقات بدولة الكيان وهم اللي بيصوروا أردران على أنه عدو لدولة الكيان لذلك تعالوا نحلل وضعهم ده بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم بعيد عن المكيدات والشماتة المسألة أكبر بكتير من كونها صدمة لمعسكر جماعة الإخوان ولدعميهم فجماعة الإخوان على مدى سنين طويلة ضخت كمية أساطير عن الرئيس التركي رجب طيب أردران وكان أغلبها في ديغة الندية لدولة الكيان الصهيوني فكانوا بيقولوا أنه وغث العلاقات دي وبالتالي هو لا يلام على إعادتها وأنه بيعمل جاهدا على تقزيم هذه العلاقات والتخلص منها خد مثال إخوان جئاهم لأن تركيا لا تعمل تطبيع لأن علاقتها بإسرائيل قبل التطبيع اللي بيسوي تطبيع علاقتها مقطوعة هم من أيام الدكتاتورية العسكرية القديمة كانت علاقتها مع إسرائيل تركيا بعلاقتها الخاطئة مع إسرائيل لاحظ كيف بدأت تركيا تتطهر من ذلك الدنس وتوظف ما كان عندها من علاقة في خدمة القدس وأوقاف القدس والفلسطينيين والعلاج والدعم بينما العتب ليس على تركيا اللي تبدأت تتطهر من الدنس رويدا رويدا وإن كان بشكل بطيء رويدا رويدا يا عوضي الراجل بتاعك بيتعاون معهم على المستوى الدفاع يا راجل مش قلت لكم الإحراج على مستوى عالي الإخواني محمد العوضي كان بيقول للناس أن تركيا أغدران بتتطهر رويدا رويدا من علاقاتها مع إسرائيل وبيدعي كذبا أن ما تبقى من علاقات ما بينهم جندته تركيا لصالح القضية الفلسطينية والأوقاف الإسلامية والكلام ده كذب بالثلس وكلنا عارفين أن خدمة الأوقاف الإسلامية والمسيحية بتشرف عليها وبتمولها الأردن بدعم عربي بموجب الوصاية الهشمية بينما في الوقت اللي كان فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بيتوجه لغائي العام الغاربي عن طريق حواره مع مجلدز أتلانتك واللي قال إن إسرائيل ممكن تكون حليف في المستقبل ولكن واستدرك كلامه بكل وضوحه وقال إنه لازم تتحل بعض الأضايا معهم في إشارة للأضايا الفلسطينية والشرط السعودي المعروف للجميع وهو قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف فبمجرد نشر المقابلة انتشرت معها عبارات التخوين والتشويه لشخص ولي العهد السعودي والسعودية عموما خيانة التطبيع خيانة السعودية طبعت السعودية باعت وبتبيع ولسه حتبيع وقدر عملية دي جماعة الإخوان وإعلام المرتزقة والزباب الإلكتروني مع العلم إن كلامه كان واضح جدا ومشهود ومن ننساش إن جماعة الإخوان بأضراعها الإعلامية المختلفة الممولة من الدولة الوظيفية قطر وعلى مدى سنين طويلة كثفت حملتها ضد دولي العهد السعودي وصورته للعالم العربي على إنه تابع لأمريكا بينما الإعلام الأمريكي والمحللين السياسيين والاقتصاديين الأمريكان مش العرب اعترفوا بإن السعودية هي ند قوي للولايات المتحدة الأمريكية وإن السعودية قسرت أنف رئيس بايدن وأهانته راتبعها كثفت المحللين السعودية السعودية نقوم بإنه هم أنت بجدون أنهم يحبون على الإجابات المتحدة وعندما يحبون أن يحبون بإنها كيف يحبون أن يحبون أن تكون هم لذلك؟ أجسي، فإنه يحبون أن يحبون أن يحبون بإنها مش قلت لكم انه كان يوم صعب لا لا هو مش صعب هي فترة صعبة قادمة على جماعة الاخوان وازرعها الاعلامية لذلك وكخلاصة للكلام يا سادة يا كرام وبالمختصر المفيد اولا ثبت كذب جماعة الاخوان ففي الوقت اللي كان فيه الامير محمد بن سلمان بيبرمر منقير الرئيس الامريكي في الطراب كان خليفتهم المزعوم اللي صوروا للناس على انه ند الاسرائيل كان بيستقبل اسحاق هيرتسوج رئيس اسرائيل وبيتغزل في اسرائيل وبيتأمل التعاون مع اسرائيل في مختلف المجالات ثانيا الايام اللي جاية صعبة جدا على جماعة الاخوان فبعد اخسرتهم لقواعدهم الشعبية الزائفة في الدول العربية وبعد يتلقيهم الصفعة تلو الصفعة من داعميهم وعلى رأسهم اردوران ذات نفسه بالمناسبة ها هو اردوران بنفسه او بنفس ذات نفسه بيزيد وضعهم سوء وبيستعمل براجماتيته السياسية المعهودة وبيتغمي في احضان الصهينة من اجل انقاذ نفسه في الانتخابات القادمة وبكده خلاهم يتخبطوا قدام الناس اللي ياما اوهموهم بان اردوران عدو لدولة الكيان معركة جديدة بيخسرها الاخوان وبتسبب لهم في مزيد من الخزلان لان مسألة التطبيع بالنسبة لهم مش مسألة مبدأ اطلاقا هي مسألة كارت بيلعبوا بيه لتخوين خصومهم وها هو اردوران سحب منهم الكارتدة في الوقت اللي اذبتت فيه السعودية انها دولة بتعامل الغرب بين الدية لذلك الايام القادمة هتكون صعبة على جماعة الاخوان لانهم مطالبين بحمل الترقيع يبرروا بيها اللي عملوا اردوران داري صدمة المتعاطفين معاهم واللي صدقوهم بعد ما شافوا تعامل السعودية القاسي مع امريكا وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته